لماذا جرى ما جرى في إسطنبول؟ ما الذي يعكسه من تحول داخلي في المجتمع التركي ضد حزب العدالة والتنمية؟ نعم أولا أستاذنا هناك آخر شهرين في حزب العدالة والتنمية كان أخطي أربعة أخطي نقط مهمة في أول معلكرات قبل شهرين أردوان بدأت إلى الأكراد يهاجم إرهابية تماما كل الأكراد يتهم يعتبر الأكراد إرهابية إرهابية لكن قبل الأسبوع أردوان يتغير لماذا في استفتاءة رأي كان في استفتاءة رأي في هزيمة لأردوان هو يتغير واتفاقية مع عبدالله جلان عبدالله جلان هو مصلحة في داخل تركيا حزب العمالة حزب العمالة لكن الأكراد لم يسمع كلام العبدالله جلان هم يسمع كلام سلاح الدين داميرتاش والسياسية في داخل السجن الآن وبالتالي التصويت الكردي كان حاسما في هذه الموضوع نعم في نقطة مهمة أولا في نقطة الثالث هنا كان في مشاكل 15 يوليو من زمان في حركات فتولكولا نعم في أكبر حركات اجتماعية في داخل تركيا حتى في العالم من مصدر تركيا الناس طبعا معزمهم متدينين لكن إسلام سياسي وكمان أردوان يتهم إلى كلهم خائن في داخل تركيا وقبل الأسبوع كمان أردوان يتغير بأسلوبهم ويتكلم عن عف العام عف العام في الفتاح تركيا لكن كمان هم لم يسمع كلام أردوان وكمان في أنصار الحزب الشعب الجمهوري وغير المسلمين في الداخل تركيا والليبراليون وشوعيون كمان أردوان يتهم الكلام الأردوان اتفاقية الدول الخارج بمعنى هذه الدول الخارج لا أعرفهم من وقبل الانتخابات اليوم يتكلم بسلام إلى الناس لكن طبعا الناس في كلامنا عن الخارج لأن هذا الموضوع تعلق بعلاقة تركيا بالخارج هل سيتغير موقف أردوان بناء على الانتخابات التي جرت بأسطنبول التي تعتبر استفتاء على شعبية حزب العدالة والتنمية وشعبية أردوان أيضا هل سيتغير موقفه الخارجي؟ نعم ليس حزب لكن أولا يؤسسهم في إجتماعية أو لا عرفوهم اسمهم وبعد ذلك يؤسس حزب لو بدأ الانفصال من حزب العدالة والتنمية طبعا قدام حزب العدالة والتنمية مش معروف الآن صعب بنسبة لأردوان كمان ترجمة نانسي قنقلا ترجمة نانسي قنقلا اشتركوا في القناة